لم يمر خبر استقالة نادر الحريري من منصبه كمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مرورا عاديا فهزت هذه الاستقالة مخيلات البعض وبدأ كل يحلل على ليلاه خصوصا من ربطها بالانتخابات النيابية متناسين أن الرئيس الحريري حقق انتصارا في هذه الانتخابات التي خاضها على عدة جبهات قبل ما نحكي بالتحليلات ناخد المعلومة من مصدرة تغريدة رئيس الحريري هي المعلومة الأساسية ورئيسية بهذا الموضوع وهي أوضح ما يكون عندما ختم فيها بيشكر مدير مكتبه الشيخ نادر حريري على كل جهود لبازالة سابعا الشيخ نادر حريري كان سبق وقدم استقالته من فترة طويلة بناءا لأسباب خاصة بتعود لأله وقرار كبول هذه الاستقالة أكيد هو بعود بالدرجة الأولى والأخيرة لرئيس الحريري ويرتقى أنه يقبل هذه الاستقالة بلشوا يربطوا الأمور أنه هي متعلقة بالمسألة مسائل محلية أخرى ومسائل أقليمية بعتقد فيه تطخيم للأمور من هيك الأمور أبدا الأمور متعلقة فقط أنه مثل ما قلت ليك قبل هي مسألة شخصية أما الجزء الآخر من المحللين فذهب إلى ربط الاستقالة بالقرارات التي أخذها الرئيس الحريري والتي تقضي بحل عدد من منسقيات التيار وأعفاء كل من وسام الحريري وماهر أبو الخدود من مهامهما ولكن للأسف صار في عدة اجتهادات وعدة تأويلات وتضليل كمان في كتير أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ربطت بين هذه الاستقالة وبين النفس التغييري لرئيس الحريري كان وعد فيه مرارا جمهور طيار المستقبل ربطوا هذا الشيء من نظرا للتوئيد هذا الشيء أكيد غير صحيح وأكبر دليل على هذا الموضوع أنه اللي عم يربط بهذا الشيء ما بيعرف طبيعة علاقة بين نادر الحريري ورئيس الحريري وكما قال شقير من يقول هذا الكلام لا يعرف طبيعة العلاقة بين الرجلين يعني آخر النهار الشيخ نادر حريري كان مع رئيس الحريري من 2005 بالصفة اللي هي مدير مكتبه ومن 2005 ل2018 هو كاتم أسراره هو الظل تعوله وهو كمان تم توكيله بمهمات حساسة وأساسية محاولة من البعض للتشويش على الانتصار الذي حققه تيار المستقبل في هذه الانتخابات هدف إضافي لهذه الحملات والتحليلات كما يؤكد شقير وفي النهاية تبقى تغريدة الرئيس الحريري الجواب على كل المشككين ترجمة نانسي قنقر